أنه يمكنهم من الفوز حذار من أن يظن أن هذا اليوم الذي أمر الله بالاستجابة أمر عباده بالاستجابة قبل أن يأتي أنه على غرار هذا اليوم يوم الاقتراء في الانتخابات ذلك اليوم الذي في دار الدنيا يعد كل طرف له ما يرى أنه يمكنه من النجاح فيه من أصوات الناخب كلا ليس هذا اليوم الذي يحذر الله تعالى منه ويأمر بالاستجابة له قبل أن يأتي ليس على غرار يوم الاقتراء في الانتخابات بل هو يوم لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون يوم لفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هذا اليوم الذي يأمر الله تعالى عباده أن يستجيب له قبل أن يأتي فشتان ما بينه وبين يوم الاقتراء في الانتخابات الذي يعتعد له تلك الإعدادات ويجري فيه ما يجري ولست بذكري يوم الاقتراء في الانتخابات معرضا بالمنتخبين ليس ذلك القصد عندي وإنما ذكرت يوم الاقتراء في الانتخابات علاجا بهذا اليوم الذي يأمر الله تعالى بالاستجابة له قبل أن يأتي من باب التنوين والتعظيم والتفخيم لشأن هذا اليوم الآتي هذا اليوم الذي لا محالة نحن مقدمون جميعا عليه ذلك هو القصد وأنا أذكر هنا أذكر هنا أن مبررا أراد أن يبرر قولي في موقفي من السياسة لا تكو مغلوبا ولا غالبا كن ثالث المغلوب والغالبي قال معللا لأن السياسيين أو أهل السياسة إذا تنافسوا فيها فالغالب والمغلوب الشريكان في المعصية ثم قال على غرار الحديث المعروف هذا الغالب المتهم بالتزوير فما بالو المغلوب الشريكا في الأذن فيقول هذا المعلم إن المغلوب كان حريصا على التزوير لكنه غلل هكذا يقول بعضهم مبررا لقولي لا تكو مغلوبا ولا غالبا كن ثالث المغلوب والغالبي لكني أنا أقول نعم أنا لست غالبا ولست مغلوبا في السياسة لكني لست متهما بالتزوير غالبا ولا مغلوبا لأن ذلك لا يعنيني ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ذكرت هذا هنا من باب التأكيد أن ذكري ليوم الاقتراع في الانتخابات إلى جنب هذا اليوم الذي يعمر الله بالاستجابة له قبل أن يأتي إنما القصد عندي من ذلك التنبيه على الفرق بين أيام الدنيا ويوم القيامة يوم القيامة لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبه السليم لا ينفع فيه العبد إلا عمل صالح قدمه في أيام الورصة أيام حياته في دار الدنيا ذلك المقصود عندي ثم إن الله تعالى أيضا يقول مخاطبا عبادة آمرا لهم بالاستجابة له يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا هتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب